سألت عما إذا كان جيرك كوشنر ربما على حق حينما قال للفلسطينيين إن هذا أفضل ما يمكن الحصول عليه وأنهم إذا رفضوها فإنما سيغرض عليهم بعد ذلك سيكون أسوأ ما رأيك يا جايك فهذه ليست المرة الأولى التي يرفض الفلسطينيون فيها حلولا لأزمتهم هل فعلا هذه الصفقة هي آخر أفضل ما يمكن الحصول عليه أعتقد أنك على حق في أن الفلسطينيين فوتوا فرصا عديدة لصفقات أفضل في الماضي وكانت تلك صفقات المتعاقبة تزداد سوءا بالنسبة لمنظورهم ولا تسير في الاتجاه الصحيح لكن المشكلة في صياغة كوشنر لهذه الحقيقة أنه إذا أراد بها كسب تأييد قيادة الفلسطينيين حقا لما رمى بها في أوجوههم بهذا الشكل وهذا يدل على أن القيادة الفلسطينية لن تستجيب بنعم وأعتقد أن كوشنر يريد التعبير عن رؤية الإدارة الأمريكية في حل هذه المشكلة وإذا لم تقبل بها الإدارة الفلسطينية الحالية أعتقد أن أمله معقود على قيادة فلسطينية مختلفة في المستقبل ولكن هذا الأمل معكوس تماما وأعتقد أن القيادة الفلسطينية القادمة ستكون أقل استعدادا لقبول صفقة من هذا القبيل نجد كوشنر مثلا يتحدث إلى الفلسطينيين بالقول أن قيادتكم قاسية ولا تعرفوا كيف تدير مصالحكم وأن هذه الصفقة هي الأفضل على الإطلاق للشعب الفلسطيني فالصفقة ستوفر لكم الكثير من المال إلى آخر ذلك وأن كل ما عليكم كفلسطينيين هو أن تتجاوز هذه القيادات الهريمة التي لم تعد تفهم عالم اليوم وعندها ستحصلون على صفقة جيدة نفس الكلام يقال عن الإيرانيين فالإدارة تخاطب الشعب الإيراني بالتخلص من الملالي ونظامهم الثوري لتحسين ظروفهم كيف ترى هذه المقارنات؟ لا أستطيع أن أتحدث عن الشعب الإيراني حقا لكنني أعلم شيئا عن الفلسطينيين وبصراحة القيادة الفلسطينية القائمة حاليا مستعدة للتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل أكثر من السكان الفلسطينيين والرئيس عباس والقادة من حوله التزموا على مدى حياتهم بالتفاوض مع إسرائيل من أجل التوصل إلى السلام إذن ما يثير قلقي عندما يكون أو تكون هناك قيادة فلسطينية مختلفة وهو أمر حتمي في نهاية الأمر فإنها ستعكس وجهة النظر الشعبية المعارضة للسلام مع إسرائيل أكثر من القيادة الحالية ولست متأكدا مما إذا كان الاعتماد على مرور الوقت سيكون في مصلحة السلام ربما لا تتفق مع جريد كوشنر في رؤيتي الحادة تجاه القيادة الفلسطينية أجل وأيضا أختلف مع وجهة نظر كوشنر في أن المحفزات الاقتصادية للفلسطينيين أو القيادة الفلسطينية ستشجعهم على تغيير آرائهم السياسية إذا السلام أعتقد أن القضايا مثل القدس التي تتعلق بالدين والأراضي وطبيعة الدولة واللاجئين كلها قضايا مهمة للغاية ومشحونة بالعواطف بالنسبة للفلسطينيين لا أعتقد أن الفلسطينيين أو القيادة الفلسطينية ستقبلوا بهذه المواقف التي يطرحها كوشنر مقابل الاستثمار الاقتصادي فالأشياء لا تتم بهذه البساطة على هذا النحو